خلال الأيام اللي فاتت اتنشر فيديو غريب جداً على السوشيال ميديا الفيديو ده أصار الجدل في العالم كله مش بس في الدول العربية طب إيه الفيديو ده وليه تسبب في كل حالة الجدل دي؟ الفيديو اللي اتنشر على السوشيال ميديا ظهر فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو بيتكلم في التليفون مع حد تفتكروا مين بقى اللي كان معاه على المكالمة؟ الرئيس العراقي الراحم صدام حسين أيوة زي ما سمعتم كده صدام حسين هو اللي كان بيتكلم مع دونالد ترامب في التليفون بيبدأ ترامب المكالمة بتحية صدام حسين وبيطلب منه إنه يتكلم بالعرب وإن المكالمة دي هتتزاع للإعلام وهنا بيرد الطرف التاني لمعاه في المكالمة اللي هو صدام حسين وبيقوله أهلاً ترامب وبيقول كمان إنه بخير وجه الرئيس العراقي الراح لصدام حسين رسالة للعرب وقال ليهم إنه لسه رئيس الشرعي للعراق وإنه حكمه للعراق بينتهي بحلول عشرين أربعة وعشرين وأما الرسالة التانية فكانت للشعب العراقي واللي قال فيها إنه راجع تاني وهيحاسب كل اللي غضروا بالعراقيين قال كمان إنه قلبه بيتحرق كل يوم لما بيسمع أخبار العراق وفي النهاية قال إنه وصل لأربعة وتمانين من عمره لكن عنده طاقة إنه يعمل حاجات كتيرة جداً وشكر ترامب في النهاية بالرجم من انتشار الفيديو بشكل كبير إلا إنه ما فيش أي حاجة بتؤكده خاصة وإن الفيديو اللي بيوصف فيه صدام حسين المزعوم ترامب برئيس الأمريكي ظهر فيه ترامب وهو في البيت الأبيض يعني إزاي ترامب كان برى الحكم وبيعمل مكالمة مع صدام حسين من المكتب الرئاسي في البيت الأبيض وده اللي خلى ناس كتير تقول إن الفيديو ده متفبرك ومش حقيقي وبالرغم من إنه مش منطقي إلا إن الإعلام اللبناني تاني خليفة أكد في واحدة من حلقات برنامجه على قناة الجديد إن حد مقرب من صدام حسين كشف ليه مفاجأة وقال الشخص ده لتاني خليفة إن رئيس العراقي الراحل صدام حسين يرزق وإنه موجود وما تمش إنهاء حياته زي ما كل الناس فكرة وده بسبب الفيديو اللي اتنشر عن رحيله في 30 ديسمبر سنة 2006 وبالرغم من إنه قدام العالم كله صدام حسين رحل عن عالمنا فعلا إلا إن فيه ناس كتير لسه شكة في الموضوع وفيه خلاف جبير على هل هو عايش ولا لأ بس استابت في الرواية اللي نشرتها أمريكا إن صدام حسين اتقبض عليه في عملية الفجر الأحمر وده كان في قرية اسمها الدور في العراق واللي نفذ العملية فرقة العمليات المشتركة 121 بدعم من فريق اللواء القتالي الأول من فرقة المشار ربعة بالجيش الأمريكي وعن العملية قال المترجم الخاص بالفرقة اللي شاركت في العملية إن فرق البحث فتشت في كل الأماكن خارج القرية وده بعد وصولهم معلومة عن وجود صدام حسين وفي النهاية لقيه صدام حسين مستخبي في حفرة وقلق القبض عليه دون أي مقاومة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة